الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتنسيق قضايا العمل العربي المشترك والحرص على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير البحيرات ويبحث الأطور التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وبتنظيم التعامل معها استشهاد وإصابة المئات في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة واحتدام الاشتباكات مع القوات المتوغلة على محاور القطاع السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على موصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنصيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ولي العهد السعودي قدمت تهنئة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مؤكدا حرص السعودية على موصلة التنصيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية وقد ثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السماكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد الطبيعية ذات الصلة بتلك البحيرات اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان حيث تستهدف الدولة تحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير المنطقة حيث وجه مدبولي بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام لدعم أصحاب الورش كما وجه بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية ودعم الصناعة المصرية ترجمة نانسي قنقر وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثمانين واستهدفت طائرات الاحتلال واستهدفت مدفعيته منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة موقعة مئات الشهداء والجرحة كما واصلت طائرات الاحتلال شنغارات عنيفة على مخيم البريج وخان يونس وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد شهداء القطاع إلى عشرين ألفا وستمائة وأربعة وسبعين شهيدا بينما تخطى المصابون أربعة وخمسين ألفا وخمسة مئة مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية تمكنها من قصف تمركز للأليات العسكرية الإسرائية في منطقة جحر الديك وحشود وآليات عسكرية في محاور التقدم شرق خان يونس وفي محيط موقع إبراز شمال قطاع غزة وأكدت على وقوع قتلى وإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث خمسة محتجزين إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض شمال قطاع غزة وذكرت وكالة رويترز أن جيش الاحتلال لم يوضح ملبسات وفاة المحتجزين حيث أكد كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أكد أن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث وكان الرهائن الخمسة وهم ثلاثة جنود ومدنيان من بين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر ترجمة نانسة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في العشرين من أكتوبر إلى مائة وستة وخمسين ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكرين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وتسعة وثمانين قتيل وسط القصف الإسرائيلي غير المنقطع يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعا إنسانية كارثية في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والكساء يواجه الأهالي في القطاع شبح الشتاء القارس مع غياب كامل لوسائل التدفئة وانتشار الأمراض خوف وجوع أضيف إليه برد الشتاء القارس مأساة متكاملة يعيشها سكان غزة منذ نحو ثمانين يوما في ظل قصف إسرائيلي لا يرحم صغيرا كان أو كبيرا رجلا كان أو امرأة هنا غزة حيث المكان الذي لا يشبه مكانا في العالم في ظل نقص الغذاء والكساء والنعدام الأمان لقد وصل فصل الشتاء ببرده وسقيعه والعديد من الأباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس وحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة إحنا هلقيت حياتنا مأساوية جدا إحنا هلقيت دخلين على الأربعينية وإحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولادي طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد طبعا بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء حتى الأواعي المستخدمة فيش مش موجودة العدوان على غزة والذي يتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى الحد بشكل كبير من عدد الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض حيث أغلقت إسرائيل القطع تلال فرض علينا تهجير قصري تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا والآن نعيش بخيام من نايلون إحنا وأولادنا ونحن ملوك في بيوتنا اليوم أصبحنا أزل عايشين في شوارع نلتخط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء ومش عارفين إيش نعمل في الحال وإلى متى هذا الحال وإلى متى هذا الحصار وفقا لأصحاب المتاجر المحلية هناك طلب كبير على الملابس المستعملة ولكن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا القليل من المال لدفع ثمنها قبل الحرب كان فيه قبال بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام فصار عندنا اقتضاد في دير البلح الاقتضاد أجبر الناس على أنها تصير فيه قبال على محلات البالي أكثر من محلات رسمية لأنه الناس محاش مصاري فلوس محدودا لمحا حتى الآن تقريبا رواتب منزد الشلة شهر يعني إنها ثلاث شهور في الحرب وقد نزح حوالى مليون وتسعمائة ألف فلسطيني بسبب الصراع والطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام إلا أن رياح الشتاء وأمطاره باتت تحاصر لاجئين في الخيام وسط نقص حاد في كافة مقاومات الحياة من أدوات التدفئة والوقود وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقا في محافظة نابلس شمال الضفة هذا وقت حمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عددا كبيرا من المنازل كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين داخل أحد المنازل معصوب الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية خسائر فادحة في الأرواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد كلها ندوب عميقة في الجسد الفلسطيني زرعتها أصابع الاحتلال الإسرائيلي وانتشرت يوما بعد يوم وفي الأسبوع الماضية بات مخيم جينين شمالية ضفة الغربية المحتلة مسرحا لاقتحمات عسكرية إسرائيلية شبه يومية تخللتها اشتبكات دموية بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت أثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسعا وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العزل واكتحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحمات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع الطيار الكهربائية عن المناطق التي يقوم باكتياحها فضلا عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدة بيتا وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطينية وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رفقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات تخريب البنى التحتية للمدن والمخيمات ومنازل الموطنين اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأكسى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولاد استفزازية في باحات المسجد وأكدوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس وأبواب المسجد الأقصى منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة وللمسجد الأقصى في لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في الجنوب طالت قرية عيت الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية وأعلن الجيش الإسرائيلية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيف ومتات في الجليل الأعلى دون الإبلاغ عن إصابات بشرية أو أضرار أو خسائر في الممتلكات ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة تنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشان إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومرقبة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من ناظيره الإيراني حسين عبداللهيان حيث بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في القطاع فضلا عن مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون دعت صحيفة ها أريتس الإسرائيلية إلى الإطاحة ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه باعتباره المسؤولة الأول عن أحداث السابع من أكتوبر اعتبرت الصحيفة أن الظروف الآن أصبحت مواتية لتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإطاحة بنتنياهو من منصبه لسيما عقب المظاهرات التي شهدتها مدن إسرائيلية يوم السبت الماضي للمطالبة بذلك أكدت الصحيفة أن الشعب الإسرائيلي يجب ألا يتسامح مع ما تسبب فيه نتنياهو موسيقى استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إنسانية قادمة من العاصمة القطرية الدوحة تحمل 15 طن من المواد الغذائية لصالح قطاع غزة أكد الهلال الأحمر المصري قيام متطوعيه بإفراغ محتويات الطائرة لنقلها على متن شاحنات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرية يواصل معبر رفح البرية استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطيني واستقبل معبر رفح البرية 44 مصاب ومرافقا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من مستشفيات المحافظات وقال مصدر طبي مسؤول أن المعبر استقبل 24 جريحا فلسطينيا و20 مرافقا وتم نطلهم بسيارات إسعاف المجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقاهرة والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم المزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بك محمود ولك متابعة في هذا السياق تفضل نعم يعني بعد التحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة كل الجهود المصرية لازالت مستمرة في تقديم كل الخدمات الإنسانية وأيضا الخدمات العلاجية للأشقاء الفلسطينيين نتحدث أيضا عن مدينة العريش هنا التي تقدم كل هذه الخدمات بداية من مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل الطائرات والدول المختلفة التي تقوم بإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين مصر فتحت هذا المطار لاستقبال كل المساعدات كان آخر هذه المساعدات اليوم طائرة قطرية على متنها 15 طن من المواد الجذائية يتم التنصيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال هذه المساعدات عبر قطاع عبر معبر رفح البر هذا المعبر الذي لا زال أيضا تتدفق من خلاله كل الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوما بعد يوم ودفعة والأخرى اليوم شهدنا عدد كبير من الشاحنات التي دخلت إلى معبر رفح نتحدث عن 136 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني منها 76 شاحنة من معبر كرم أبو سالم وتتوالى أيضا الشاحنات في الدخول محملة بعدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة بالطبع إلى شاحنات الوقود وهذه نقطة هامة لأن قطاع غزة بحاجة كبيرة بالطبع إلى الوقود فبالتالي هناك أربع شاحنات وقود من الجاز دخلت اليوم إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة بالطبع إلى استقبال الجرحة والمصابين وجهزت لهم كل المستشفيات سواء مستشفى الشيخ زويد وهي الأقرب إلى معبر رفح أو حتى مستشفى العريش التي استعدت بأكثر من 220 سرير لرعاية الأشقاء الفلسطينيين وإن كان أكثرهم أو أكثر من 50% منهم من الأطفال ولكن يتم تقديم كل الرعاية الكاملة لهم بالإضافة إلى مستشفى بئر العبد ومستشفيات مدن القنة نتحدث عن أن هذه الجهود لم تتوقف أبدا منذ اللحظة الأولى ومصر تقدم كل خدماتها للأشقاء الفلسطينيين أيضا هناك ميناء العريش البحري الذي يعني هناك فيه مستشفى في السفينة الإيطالية الموجودة التي تقدم أيضا أكثر من 15 طبيبا في كل التخصصات المختلفة لعلاج المصابين الموجودين هذا بالإضافة إلى التنصيق الذي يتم بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة لأي من الدول التي ترغب في أن يعني تعالج المصابين من خلالها هذا يتم أيضا من خلال مطار العريش ومن خلال الطائرات الموجودة في مطار العريش في نقل المصابين إلى الدول التي تريد أن تقدم الرعاية الطبية والصحية مصر لازلت تفتح معبر رفح البري لدخول مزيد من الشاحنات خاصة بعد قرار مجلس الأمن يعني كما تحدثنا أن الجميع يأمل في أن الفترة القادمة يكون هناك عدد أكبر للشاحنات لأن قطاع غزة بحاجة إلى هذه المساعدات سواء كانت الإنسانية الغذائية أو حتى الطبية دخول عدد أكبر من الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة لكن هل مسألة مراقبة هذه المساعدات الإنسانية من قبل جيش الاحتلال هل فكرة الإجراءات التفتيشية التي تحدث على هذه الشاحنات إلى أي مدى هي تعارقل الدخول هذه هي النقطة الهمة هي إجراءات التفتيش التي تتم من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في معبر كرم أبو سالم فهذه الإجراءات بالطبع وكما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ يومين أن هذه الإجراءات تعارقل وصول الشاحنات لأن نحن نتحدث عن من الجانب المصري يدخل عدد كبير من الشاحنات لكن تبقى النقطة الهمة هي وصول هذه الشاحنات إلى الجانب الإسرائيلي إذن وصلت فكرة كوى الصورة إلينا شكرا لك محمود جميل على كل هذه التفاصيل أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نستكمل هذا الملف ملف الشأن الفلسطيني في حزن واضح داخل كنيسة المهد وسط مدينة بيت لحم في الضفة الغربية قرعت الأجراس وأقيمت الصلوات من أجل انتهاء الحرب في قطاع غزة كانت البطر ياركية ورؤساء كنائس مدينة القدس قد أعلنوا جميعا إلغاء الاحتفالات كافة بأعياد الميلاد لهذا العام تضامنا مع غزة غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بيت ريارك اللاتين ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبدلا من أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الألات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد رفع لافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة ولم تتزين شوارع المدينة كعادتها بأشكال مختلفة من الإضاءة ولم يأتي المواطنون مسيحيون ومسلمون إلى ساحاتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال والاقتصار على الشعائر الدينية وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ميلاد السيد المسيح يأتي هذا العام ومدينة الميلاد تعيش حزنا لم تره قبل هذا اليوم حيث لم يسلم أحد من أبناء شعبنا النساء والرجال وكبار السن من القتل والإرهاب ومحاولات التهجير القصري وتدمير آلاف البيوت ما يذكرنا بما حدث في نكبة عام 1948 وقوبل موقف الطوائف المسيحية والفلسطينية التي قررت اقتصار أعياد الميلاد على الشعائر الدينية بترحيب فلسطيني كبير على مختلف المستويات حيث يؤكد هذا الموقف وحدة الصف الفلسطيني على طريق السمود والحفاظ على أرضه والحفاظ على هويته وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية مزالت مشاهدين الكرام أخبار السادسة تتواصلوا مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها موسكو تعلن سيطرتها بالكامل على بلدة في شرق أوكرانيا وكييف تؤكد إسقطة 28 طائرة مسيرة روسية استهدفت جنوب البلاد موسيقى أعلن القادة العسكريون في النيجر تعليق جميع أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن فرنسا كثيرا ما استغلت المنظمة المؤلفة من 88 عضوا كآدات للدفاع عن مصالحها نقلت وكالة أنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قوله إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا شرقي أوكرانيا في المقابل أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا استهدف معظمها جنوب البلاد كما أعلن الجيش الأوكراني تدمير 28 من 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أكدت روسيا تفوقها على الغرب في إنتاج الأسلحة بعد أن كثف الغرب إنتاج الأسلحة من أجل الحرب الروسية الأوكرانية وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دينيسا مانتوروف قال إن موسكو بدأت في تحقيق مكاسب وفي رفع وطيرة الإنتاج في وقت مباكر مقارنة بالدول الغربية مؤكدا عزم بلاده بإبقاء معدل النمو مرتفعا وأشار المسؤول الروسي إلى أنه من المقرر الموافق العام المقبل على خطة تسلح للفترة من عام 2025 إلى 2034 اتهمت موسكو الغرب بسعي إلى زعزعة استقرار الوضع في سربيا حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلجراد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن التظاهرات في سربيا تشبه تلك التي شهدتها كيف وأدت إلى وصول الموالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا مطلع العام 2014 ذكرت وسائل أعلام رسمية في الصين أن الزلزال الذي وقع قبل أسبوع وبلغت قوته 6.2 درجة أودى بحيات ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية شمال غرب البلاد وأكدت وسائل الإعلام أن أكثر من 200 ألف منزل دمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار مشيرة إلى أن الهزات الأرضية القوية أدت إلى نزوح 145 ألف شخص أطلقت الصين أربعة وأقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح كبير من مركز جيوتشوان شمال غرب البلاد أفادت وكالة الأنباء الصينية بأنه جرى إطلاق الأقمار الصناعية التي تنتمي إلى نظام تيان مو وان للأرصاد الجوية على متن صاروخ حامل من تراز كويتشو ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح مشيرة إلى أن الأقمار ستستخدم بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ أعرب رئيس المجلس عن تمنياته أن يديم الله وحدتنا الوطنية وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة ونحن نودع عاما ونستعد لبداية عام جديد أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد ونحن جميعا نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يسعد أبناؤها بما فيها من نعم وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها وكل عام وحضراتكم بخير قدم بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المركوسية تودروس الثاني التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريارك الروم الأرثوذوكس البابا تودروس الثاني بمقر كنيسة القديس بن قلاوس في منطقة الحمزاوي أعرب البابا تودروس الثاني عن أمله في انتهاء الحروب والصراعات في فلسطين وإدانته الكاملة لسقوط دحايا ومصابين أبرياء استقبلت كنيسة سانت فاطيمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أصوات الأجراسي والترانيم اجتمع الحاضرون على رسائل الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وسط أصوات الأجراس والترانيم استقبلت كنيسة سانت فاطيمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد العيد هو دايما تقارب نهني بعض الناس اللي بتكون زعلانة بتروح بتسلم على أريبها بتهنيهم في كل الأعياد سواء الميلاد القيامة الفطر الأطحى فخلي يكون العيد السنة دي فرصة عشان مصلحة مصلحة مع الدول اللي حوالينا وبركة المسيح سيد السلام تكون مع الجميع الترابط هو التلحم بين أبناء الوطن الواحد رسائل اجتمع عليها الحاضرون مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط احنا جايين يعني نعمل صورة جميلة جدا نبين كيف أن الشعب المصري ملتحم كيف أن الشعب المصري واحد كيان واحد يحتفل جميعا بالأعياد معا كما هم يهنئون لنا بأعيادنا نهنئهم بالأعياد بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين يعني في هذا العيد ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأعياد مرات ومرات ويجعلنا أمة سالمة غنمة بإذن الله رسالتنا سلام وأظن قدي ربنا بيأكد هذه الرسالة في بلدنا وفي مصرنا من خلال روح السلام والمحبة والإخاء والدعم والسند تبادل الاحتفال يعني تبادل المعايدة في كنيسنا وتبادلنا نحن لما بروح نشارك بشكل أو آخر مع أخوتنا المسلمين أو في الطواف الأخرى حاجة قدي تثبت أنه الله حاضر في حياتنا يأمل الجميع أن يأتي العام القادم مليئا بالمحبة والخير وبعيدا عن الحروب والخراب ليعيش العالم في سلام وأمان يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد المسيحية بما يتضمنه من رسائل المحبة والسلام للبشرية في ذكرى ميلاد السيد المسيح والذي كان ميلاده معجزة إلهية تدل على قدرة الله وعظيم شأنه وكل عام وحضراتكم بألف خير من كنيسة سانت فاطيمة محمد الخطيبة التلفزيون المصري ترأس وكيل مطرنية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يؤان سديب قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة شهدت كنيسة القديس يوسف حضور عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من المقيمين وزائر مدينة الغردقة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان جانبا من قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت أوجيني بمحافظة بورسعيد هنأ محافظ بورسعيد أهالي بورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد مؤكدا أن مصر تعد نموذجا فريدا في وحدة الصف والنسيك الوطني أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة اللاتينية بمحافظة السويس بحضور عدد من قيادات المحافظة وقال الأب جوزيف وهيب راعي الكنيسة اللاتينية في السويس قال إن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة سلام للعالم أجمع شهدت كنيسة العائلة المقدسة للأباء الفرانسيسكان بمحافظة الأقصر القداس الإلهي الخاص باحتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد شارك في القداس عدد كبير من السياح والجاليات الأجنبية المقيمة في الأقصر بحضور الأباء والكهنى والشمامسة وصل إلى مدينة الغردقة كون هالرث الذي يجسد شخصية بابا نويل قادما من بلجيكا للاحتفال بأعياد الكريسماس مع السائحين داخل القرى والمنتجعات السياحية وهذه هي السنة العاشرة التي يحضر فيها بابا نويل إلى الغردقة ومرسى علم وقد وزع الهدايا على السائحين المتواجدين على شواطئ القرى والمنتجعات السياحية اشتركوا في القداس نافذة اقتصادية الآن في السادسة أخبار المال والأعمال في نشرتنا في نشرة السادسة يستعرضها لنا الزميل محمد عبدالله شكرا مصطفى مزار وشكرا مهار إلى أخبار الاقتصاد دمحليا وعربيا وعالميا أهلا بكم بفائد تجاري يبلغ 2.42.8 مليون دولار لصالح مصر جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول أسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة فضلا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الوعدة أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقصية التكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام فضلا عن التطور الكبير في إجمالي مبيعات غاز السيارات جاء ذلك للاجتماع لوزير البترول للطريق الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط قوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة تمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية فضلا عن تزديد أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية وحققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية فاصل أربعة مليار دولار طفرة هائلة في قطاع البترولي والغاز تمكنت من خلالها الدولة في السنوات الماضية من توظيف الاكتشافات في تعزيز الحصيلة الدولارية إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي نجمع عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائد في معروض القهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال في المجمل حققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية وأربعة من عشر مليار دولار بزيادة 171 عما كانت عليه عام 2021 وفي إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعية عملت مصر على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عند محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي تضمن التوقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئراً خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ونجح القطاع في زيادة قدراته الانتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مقعبة يومياً بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مقعبة يومياً حتى نهاية عمر المشروع في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شرائم من المتعاملين العرب والأجانب وسط دولات بلغت 2.7 مليار جنيه حيث ربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.7 في المئة ليغلق عند مستوى 24.226 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 65 من المئة بالمئة ليبلغ 5347 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس مئة الأوسع نطاقا بنسبة 68 من المئة بالمئة ليبلغ 7691 نقطة قالت رئيسة البنك المركزية الروسي إليفيرا نابليني أن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النبط إلى ما بين 88.90 دولار البرميل وكان البنك التوقف في أغسطس الماضي عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى أن أصبح الدولار يساوي 100 روبل وتعتمد روسيا بشكل كبير على صادراتها من النفط والغاز لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية أكدت دول العراق ونيجيريا وجمهورية القونغو التزامها تجاه تحالف أوبك بلس بشأن مستويات الإنتاج وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية يتذلك بعد خروج أنجولا الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد إعلان أنجولا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة أوبك بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية تصور مخاوف حول تماسك مجموعة منتج نفط والتحالف أوبك بلس في المستقبل على غرار أنجولا دخلت نيجيريا في خلاف مع قادة أوبك حول حصة إنتاجها لعام 2024 رغم أن هذا الخلاف تم حل على ما يبدو خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في الثلاثين من نوفمبر الماضي رغم ذلك ينظر أغلب المحللين إلى انسحاب أنجولا باعتباره حالة فردية وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الإنتاجية جعل منها عضوا أقل فاعلية في منظمة أوبك إلى ذلك أكدت دول أخرى أعضاء في المنظمة كالعراق والكنه التزامهما تجاه المجموعة حفاظا على توازن سوق النفط العالمية وانفصلت أنجولا عن أوبك بعد 16 عام من عضويتها بعد القرار الأخير الذي اتخذته أوبك بتحديد حصة تبلغ 1.11 مليون برميل يوميا لأنجولا وهو ما عرضته لواندا التي تهدف إلى إنتاج 1.18 مليون برميل يوميا تواجه منظمة أوبك وحلفائها في تحالف أوبك بلس ما خاوف من فقدان نفوذهم في السوق في ظل الخلافات بينهم فضلا عن المنافسة الأمريكية والمساعد دولية لتقليص الاعتماد على الوقود الإحفوري تأسست منظمة أوبك عام 1960 وتجمع 13 عضوا وشكلت تحالف أوبك بلس عام 2016 مع 10 دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية أعنات الكويت إنكماش الاقتصادي من نسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي وأوضحت الإدارات المركزية للأحصاء في الكويت أمن قيمة تقديرية للنتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 9.9 مليار دينار كويتي وهو ما يعادل نحو 32.6 مليار دولار مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للنتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 19.1% مقرراتا بربع الثاني من عام 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار أي نحو 39.2 مليار دولار وقع الرئيس الجزائري عبدالنجي تابون على قانون ميزانية عام 2024 واعتمدت الجزائري أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 113 مليار دولار كنفقات عامة وبعجز متوقع 45 مليار دولار تميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة ورفع الأجور واستمرار دعم المواطنين نهاية أخبار التصاد أعود من جديد إلى نهة ومصطفى شكرا كزيلا لك عبدالر بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية تخبار السادسة من التلفزيون المصري لم يتبقى سوى تذكير بأهم العنوين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا العلاقات التنائية وتنصيق قضايا العمل العربي والحرص على تعزيز تعاود المشترك في المجالات كافة الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير البحيرات ويبحث الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها استشهدوا وإصابة المئات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة واحتداموا الاشتباكات مع القوات المتوغلة على محاور القطاع ختم نشرتنا شكرا لطيب المتابعة ودمتم وأبدا في رعاية الله إلى اللقاء